اشتركوا في القناة بألف خير بكلمكم بخصوص ورش اللفاح أو ورش الدفار بإذن الله راح نستأنف عملنا بالورش اعتبارا من يوم غد اللي هو الأربعاء الموافق الثاني أيام العيد الأرحى موضوعنا الثاني طبعا هذا الخبر الأول الموضوع الثاني ألا هو تحديث بسيط صار في طريقة التسجيل أو كيفية التسجيل أولا ترسل رسالة على رغم تليفوني مفتاح الخط الدولي أو مفتاح الكويت الدولي اللي هو زائد 965 بعدين رغم تليفوني 90044662 90044662 ترسل لي رسالة عبر الواتساب بعدها راح أقوم وأدزلك رابط تدفع عن طريق الكينت أو عن طريق الكريدت للأخوة اللي جايين زايريننا لكويت طبعا شنو الفرق وليش بعد ما كان كاش الدفع حولنا إلى الروابط البنكية والدفع عن طريق الروابط السبب الأول هو أنا لاحظت في الأول الأخيرة أن كل ورشة أو كل كلاس نطلع فيه إذا كنا أنا العدد يعني أقصى عدد أقدر أخذه أربعة أشخاص لكن في الغالب لابد أن شخص يعني أنا أربعة أشخاص لما يجيني الخامس خلنا أوضح لكم هذا أو شي لما يجيني الشخص الخامس أنا أعتذر منه أقول له أنا أعتذر أنا ما أقدر أأخذك عندي العدد مكتمل ألا وهو أربعة أشخاص فشنو يسوون مرات يحضرون شخصين شخصين ما يحضرون ثلاثة يحضرون واحد ما يحضر فهذا اللي ما حضر أخذ حق هذا أخذ نصيب هذا من الورشة ومن التعليم ومن الوناسة ومن الطلعة والتعرف على الشباب بالهواية أو هوات اللفاح هذا هو التحديث التحديث طبعا بسيط وأنا يعني أنا ما يزعلني كثر ما أن يعني أغلب الشباب لما يقول لي والله أنا يا مشاري تواصلت وياك ونت اعتذرت مني وأنا أشوف الفيديو بالورشة ثلاثة أشخاص أو شخصين أو شخص واحد وياك فهني يعني هالشي يسبب لي إحراج كبير جدا وأنا أعتذر منكم لكن لابد أن يكون في هناك قانون صارم في حال أنت ما حضرت راح يروح المبلغ عليك يعني أنت حولت المبلغ أو دفعت تقول لي والله أنا نايم أنا راحت علي نوم أنا طلعت معزوم أنا طلعت ماذا أقول لك أوكي أخوي ما أبد لك الكامل الحرية لكن المبلغ اللي أنت دفعته ما راح يرجع شكرا لك وأعتذر مرة ثانية لكن هذا إجراء احترازي بسيط عشان يشجع الأخوان أنه ما يتكاسل وأنه يهتم بدقة المواعيد تحية لكم جميعا من الكويت من جابر الأحمد تحديدا أخوكم مشاري العبدلي فما الله شكرا لكم